مشاهدين هذا الملف نناقشه مع عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات السيد أحمد أياد محمود أهلا ومرحبا بك يا سيدي الكريم إذن يومان على آخر موعد لتسجيل الأحزاب والتحالفات هل نحن أمام تمديد لهذه التوقيتات وهذه الفترات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب الجدول الزمني والعملياتي لوضعتها المفوضية منذ يوم 1-7 ولغاية 30-7 موعد لتسجيل التحالفات السياسية في نهاية الدوام الرسمي ليوم 30-7 قرر مجلس المفوضين وذلك بناء على طلبات من بعض الأحزاب السياسية لتمديد فترة تسجيل التحالفات قرر مجلس المفوضين تمديد موعد التحالفات إلى يوم 6 نهاية الدوام الرسمي ليوم 1-6-8-2023 طبعا هذا يعتبر قرار مهائي لمجلس المفوضين وذلك بسبب أنه الجدول الزمني والعملياتي التي وضعتها المفوضية العليا المستقل للانتخابات مزدحم جدا ولحيد داخل مراحل أخرى اللي هي للوصول إلى يوم الاقتراع طيب سيدي أكثر من 300 حزب يستعد للمنافسة في انتخابة مجالس المحافظات هل عدد قابل لزيادة خلال الساعات الـ 48 المتبقية؟ نعم بالنسبة لتسجيل الأحزاب السياسية مجلس المفوضين التقرار بأنه الأحزاب السياسية لازم مجازة قبل نهاية تسليم موعد قوائم المرشحين بخمسة أيام نحن نحن حاليا حسب الجدول الزمني لوضعت المفوضية آخر يوم لتسليم قوائم المرشحين هو يوم 13-8-2023 فالحزب السياسي لازم مجاز قبل يوم 8 بالشهر ليش؟ لأنه الحزب السياسي من اللي حيأخذ إجازة تأسيس لازم يعقد مؤتمر تأسيسي هذا المؤتمر التأسيسي ممكن من خلال أن ينتخب القيادات وينتخب الأمين العام اللي هو بدوره لحيقدر يلوقع على قوائم المرشحين يعني حيصير عدة فترة خمسة أيام ينتخب بي أمانة عام وموامين عام ويقدر يقدر يقدم قوائم المرشحين وحاليا في داعش الأحزاب والتنظيمات السياسية التي هي مختصة بعملية تسجيل الأحزاب والتحالفات موجود أكثر من 65 حزب سياسي هي قيد التسجيل إذا قدرت هذه الأحزاب توصل إلى هذه الفترة الزمنية خلالها اليومين خلالها اليومين سيكون بمكانهم نعم سيد أحمد هذا فيما يخص الأحزاب والتحالفات نتحدث عن سجلات الناخبين هل هناك يعني إقبال على الأعمار الجديدة على التسجيل ويبدو أنه أعداد يعني الأشخاص الذين حدثوا بياناتهم هي مشجعة كم هي الأعداد حتى الآن نعم بالنسبة لموضوع تسجيل أو تحديث سجل للناخبين المفوضية مثل ما تعرفون حضراتكم وزعت أكثر من 906 مركز تسجيل منتشرة في 15 دائرة انتخابية في 15 محافظة وسيارت أكثر من 1800 فريق جوال هذه كلها بالإضافة إلى ورش التثقيفية ودعوة للناخبين أو للناس اللي يحق لهم تحديث بطاقات أو المواليد الجديدة من 2004 و2005 هذا كله دافع كان للناخبين بأنه يجون وصير عندنا زيادة وصارت عندنا إقبال جيد في هذه الفترة على موضوع تحديث سجلات الناخبين وصلنا حوالي بحدود 500 ألف شخص حدثوا بياناتهم خلال هذه الفترة طبعا الأشخاص اللي حدثوا بياناتهم قبل 15 خمسة 2021 بطاقاتهم الانتخابية موجودة في مراكز التسجيل وهاي دعوة لهم بأنه يقدرون يراجعون مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم الانتخابية نعم بالإضافة إلى الأشخاص الذين حدثوا بياناتهم بعد 15 خمسة 2021 رح تكون بطاقاتهم إن شاء الله اللي يحدثوا بهاي الفترة رح تكون جاهزة في مراكز التسجيل قبل موعد الانتخابات القادمة ما هو الموعد المحدد لإصدار هو البطاقات البيامترية؟ هو لحيكون هسا من اللح تنتهي فترة تسجيل تحديث السجل للناخبين لحي يعرض السجل إلى الطعن لمدة سبعة أيام للمواطنين بعد هاي السبعة أيام لحي يكون هناك سجل ناخبين نهائي يرفع للطباعة فإن شاء الله قبل موعد الانتخابات بموعد جيد لح تكون البطاقات موجودة في مراكز التسجيل وممكن استلامها من قبل الناخبين سيد دامد يعني خلال هاي الفترات ندواتكم التثقيفية مستمرة للتهجيع على الانتخابات؟ نعم بالنسبة للندوات التثقيفية دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية العالية المستقلة للانتخابات مستمرة وذلك من خلال الندوات التثقيفية التي تسويها في المعاهد وفي الكليات وفي زيارة الدوائر الحكومية في هذا الوقت فلذلك تدعو المواطنين على كيفية تحديث بطاقة الناخب كذلك استدلال على مراكز التسجيل اللي ممكن أنه من خلالها يقدرون يراجعون كل من على أماكن سكنهم وكذلك دعوة عامة لكل المواطنين بكل المناطق حتى من خلال الفرق الجوال اللي يسويها هناك دعوات تثقيفية لزيادة أعداد التسجيل للناخبين نعم سيد أحمد المفوضية سبق وأن اقترحت تأجيل انتخابات كردستان يعني اليوم هناك توافق سياسي كردي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبالتالي هل ستجر الانتخابات وفق الموعد المحدد أم هناك تأجيل لموعدها؟ نعم بالنسبة لانتخابات اقليم كردستان المفوضية اقترحت في وقت سابق موعد هو 18 شباط 2024 كموعد أو بعد هذا الموعد لإجراء انتخابات الاقليم فصدر مرسوم من حكومة الاقليم بأنه تحديد موعد 25 شباط 2024 لانتخابات الاقليم وهذا المرسوم سيوصل للمفوضية إن شاء الله غدا المفوضية تستعد لهذا الموضوع غدا عندنا اللجنة العملياتية اللي هي تحط للبرنامج أو الجدول الزمني والعملياتي لكل عملية انتخابية تخص المفوضية غدا أكو اجتماع للجنة العملياتية ستقدر من خلاله أنه تسوي جدول زمني وعملياتي تحضيرا للوصول إلى يوم الاقتراع إن شاء الله في 25 اثنين 2014 في هذا المدد كافية لإجراء الانتخابات المحلية هنا وكذلك انتخابات كرد السان نعم سيكون وصلنا إلى مراحل في انتخابات مجالس المحافظات 2023 هذه المرحلة احنا مسيطرين عليها والمفوضية كذلك أعطت هي اقترحت موعدة 18-2003-2024 لانتخابات الاقليم فلذلك ان شاء الله ستكون مفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات سيدي سؤال هو الأبرز نفس الأجهزة ستستخدم في الانتخابات الاثنين يعني في كرد السان وأيضا المحلية نعم بالنسبة للأجهزة نفس الطريقة ونفس الأجهزة نعم بالنسبة للأجهزة اللي تقولها القانون للانتخابات مجالس المحافظات اللي كان موجود اللي هسه رح تعتمد فيه 15 محافظة احنا ننتظر حاليا قانون للانتخابات اللي خص الاقليم انتخابات الاقليم ومن خلاله تعرف حضرتك بأنه المفوضية هي جهة تنفيذية تنفذ القانون اللي يجيها فراح ننتظر القانون اللي لاح يجي رح تقدر اللجنة العملياتية أنه تحدد وتخلي تعليمات وإجراءات ساندة للقانون وتنفذ القانون بشكل صحيح من قبل المفوضية العالم المستقل الانتخابات نعم أنا شكرك شكرا جزيلا كنت معنا داخل الستوديو أحمد أياد محمود عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات شكرا جزيلا